خلينا أرجع مرة تانية وإحنا كنا نتكلم منذ قليل على موضوع الطاقة المتجددة والتحدي اللي موجود في أوروبا والفرصة اللي موجودة لدى مصر نحن نقدر يبقى فيه استثمارات أكتر في قطاع الطاقة المتجددة وبالتاني نزود كميات إنتاجنا من الطاقة بما يسمح كمان بالتصدير إلى أوروبا ويمكن أستاذ معتز كان بيتكلم كمان على أن جزء من المشروعات اللي الشاركة بتكلم فيها مع مصر مد كابلات إلى القارة الأوروبية والحيان أوروبا فيه أشد الحجل ده مع أزمة الطاقة اللي موجودة عندها فيما يخص موضوع الغاز وتأثيره على توليد الكهرباء حتى أنه بدأت أوروبا من شهور تتكلم في ترشيد استهلاك الكهرباء وأنه الإنارة في الشوارع أو في الميدينة الرئيسية أو للمعالم التاريخية لموجودة لدى أوروبا يتم يعني تكون مظلمة ليلا مش بس كده بقى ده أوروبا كمان بعض الدول الأوروبية النهاردة بدأت تتكلم فيما له علاقة بترشيد استخدام المياه وخصوصا في لحظات الاستحمام لا أبالغ كانت بدأت الموجة شوية في القصة دي في ألمانيا في شهر يوليو الماضي كان وزير الاقتصاد الألماني كان طلع بيتكلم في القصة دي نحن يعني أتمنى يعني قصة الاستحمام وأنا شخصية هو بيقول عن نفسه يعني بيستحمى في خمس دقيق وأنه ده يعني يريدت الكل ينتهج نفس المنهج عشان ده يوفر طاقة لم يكن قرارا مباشرا إنما كان الإشارة إلى يعني رشد يا جماعة استهلاك المياه تقدر الحطوة في هذه الصيغة لأن ده الأكده كمان المستشار الألماني شولتز في إحدى الفعاليات لما سؤل في هذا الأمر ولكن النهاردة الموضوع بدأ يخش في إطار توجيهات واضحة في مثلا دولة زي هولندا هولندا بدأت تطلب من مواطنيها إنه هما يقللوا فترة الاستحمام عشان يوفروا ما يسوخنا ووفروا طاقة وهنا بدأت أوروبا تقول إنه يعني متوسط فترة الاستحمام تسع دقيق نحن عايزينا خمس دقيق بس استحملوا في خمس دقيق حتى قالوا ممكن يبدأ يوفروا طايمر عشان أنت بتاخد دوش لما يترن الخمس دقيق توقفل المياه على طول مش بهزر هم بيتكلموا في القصة دي وقالوا إنه الأربع دقيق اللي ممكن يتم توفرهم دول ففترة الاستحمام هيوفروا ستين متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي في كل بيت في هولندا فبالتالي هيبقى الحصيلاً وفرنا جزء كويس جداً لو كل البيوت في هولندا عملت كده مش هولندا بس بتتكلم في القصة دي الحكومة الدنماركية كمان مش بس بتتكلم فيه إنه وأطلقت حملة ترجميتها بالعرب يعني دوش القصير فالحملة دي مش هدفها بس تخصير فترة أو مدة الاستحمام لا وعدد مرات الاستحمام فليه؟ عشان استهلاك المياه الدافئة يكون أقل فبالتالي استهلاك الغاز يكون أقل عشان أزمة الطاقة اللي موجودة في أوروبا لو كنت حكيت لحضراتكم إنه في يوم من الأيام ممكن الحاجات دي بتحصل في أوروبا كنت هتقولي ده ممكن شوفه فيلم مستحيل يحصل في الواقع نعم النهاردة لازمة كبيرة في أوروبا وإن شاء الله يعني الأمور تمر عليهم بسلام